السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في جرين وي نهاردة ان شاء الله هنتكلم على نبات من أكتر النباتات المنتشرة والموجودة في بلاد كتيرة ومن النباتات المفضلة لزرعتها في الحضائق خاصة على الأسوار لأنها بتعتبر من نباتات الأسوار المظهرة اسمها لانتانا كامارا والبعض بيسميها عشبة أم كولسوم تابعونا بتعتبر نبات اللانتانا كامارا من النباتات الملأمة جدا لجو بلادنا العربية خاصة أنها بتتحمل حرارة الصيف لغاية 50 درجة مئوية وبتتحمل البرودة لكن لا تتحمل السقيع والانخفاض الشديد في درجة الحرارة زي ما احنا شايفيه كمان شكل الورقة مميز ده السطح السفلي وده السطح العلوي وملمسها خشن وده اللي بيميزها بتتميز كمان بكسافة في الأوراق والفروع الكتيرة وده بيديها حجم وكسافة في تغطية الأصوار شايفين الكسافة بتاعتها وممتدة على طول الصور لو اتكلمنا عن التزهير فشكل الظهرة مختلف شوية عن الظهور هنلاحظ أن الظهرة الوحدة كده مكونة من مجموعة من الظهور الكتيرة ممكن 20 زهرة أو 30 زهرة في البداية بيكون لونها أبيض زي ما احنا شايفين وبعد كده بتتحول إلى ألوان تانية منها ألوان كتير منها اللون الأصفر اللون الوردي اللون البنفسجي الغامق في منها ألوان كتير جدا على حسب طبعا الصنف المزروع شكل الصمار بتاعتها اللي بيكون جواها البزور بتشبه صمار التوت وبيكون لونها أخضر لكن هي بتكون سامة جدا علشان كده لازم ناخد بالنا لو هي مزروع في منطقة فيها أطفال طبعا هي بتتزرع في الحضايق وممكن زراعتها في الكونتينرز أو في الشليات في المنزل بس برضو نخلي بالنا كويس جدا على أطفالنا من تناول أوراقها أو ثمارها أو أزهارها لأن تقريبا كل مكوناتها سامة جدا ممكن عند ابتلاعها بتصيب لقدر الله الأطفال بالتسامم ربنا يحفظ أولادنا جميعا أفضل معاد للزراعة بيكون في شهر مارس يعني أفضل موعد وعمة في فصل الربيع بتتزرع باقة بزور الموجودة في الثمار وهي عددها كثير جدا وزي ما احنا شايفين كده الظهور بتاعتها فيها ريحة مميزة بتجذب النحل والحشرات الكتير اللي بتساعد في عملية التلطيح كمان ممكن الإكتار عن طريق التعقيل هي كمان برضو تتزرع بالعقل وبتنجح جدا بناخد عقلة بطول 15 سنطي تقريبا وبنشيل من عليها الأوراق معادة ورق أو 2 في القمة النمية بعد كده بنستخدم هرمون التجدير وبتنجح الزراعة بالتعقيل بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للتربة فهي بتجود زراعتها وبتنجح في أي نوع من أنواع خلطات التربة الري في الصيف بيكون يوميا خاصة مع الحرارة العالية وفي الشتاء بنقلل كمية الري ممكن 3 مرات في الأسبوع بيعتمد برضو الري على سرعة تصريف التربة لمياه الري وجفاف سطح التربة بالنسبة للتسميد فاللانتناق مرة من النباتات اللي مش بتحتاج للتسميد الدوري وهي مش بتحتاج لعناية يعني كفاية قوي مرتين في السنة في السماد في الشتاء ممكن يكون تسميد عضوي وفي الصيف بالسماد الكيميائي أو الNPK ولو عايزين نستخدم سماد عضوي في الصيف فبيكتفى بالكمبوست النباتي بنرشه على سطح التربة دايما السماد العضوي اللي هو خاصة السماد الحيواني لا يفضل خلطه بالتربة في الصيف عشان بيرفع من درجة حرارة التربة وده ممكن يتسبب في حر الجذور بالنسبة للإضاءة فهو بيحتاج طبعا للإضاءة وعشعة الشمس ما تقلش عن من 6 إلى 8 ساعات يوميا أتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة وعجبتكم أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر